خبرنا الثاني عزيزي المشاهدين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واللي قال ان عجز الميزان التجاري لمصر انخفض بنسبة 25.2% في شهر مارس الماضي الجهاز قال كمان ان قيمة الصدرات ارتفعت بنسبة 43.5% وصلت ليه 3.4 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار لنفس الشهر من 2020 الامة على صعيد الوردات فيمكن التقرير قال ان الوردات زادت بنسبة بسيطة جدا حوالي 2% وسجلت 6.1 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي طبعا احنا بقلنا شهور الحمد لله عجز الميزان التجاري لمصر في تراجع مستمر وده من اهم ثمار الاصلاح الاقتصادي اللي عملته الدولة في 2016 وتأكيدا على ان الاقتصاد المصري ماشي على الطريق الصحيح ترجمة نانسي قنقر